السلام عليكم ثلاثة عشر قتيلا على الأقل في حارق بإسبانيا وفي التفاصيل قالت خدمات الطوارئ في مرسيا بإسبانيا اليوم الأحد إنما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا لقو حتفهم جراء حارق في ملاهي الليلية متجاورة بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم حتى الآن حيث صرح أحد الناجين أن خمسة من أفراد عائلته وصديقان في عداد المفقودين وكشف أحد أفراد الشرطة الوطنية الإسبانية لصحفيين إنه تم العثور على قتلى في ملها فنضى الليلي أحد الملاهي الليلية الثلاثة المتجاورة الذي وقع عليه الضرر الأكبر جراء الحارق وأضاف أن الانهيار جعل من الصعب تحديد أماكن الضحايا كما أنه من الصعب معرفة مكان اندلع الحارق بالضبط